بعد أن واجه حزب النهضة وحلفائه في تونس غضب الشعب وقرارات دستورية صارمة يواجه الحزب الآن القضاء التونسي في المقدمة القاضي المثير للجدل بشير العكرمي والذي تتهمه جماعات حقوقية في تونس بأنه قريب من النهضة ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفان عن اختيال معارضين بعد الثورة المعارضان هما شكر بلعيد ومحمد البراهمي قتلا بالرصاص عام 2013 وكان قد وجه القضاء التونسي الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر العام الماضي في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين ويعد خذر المشرفة على الجهاز السري لحركة النهضة كما كشفت هيئة الدفاع عن الناشطين عن وجود علاقة مباشرة بين خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي متهمة وكيل الجمهورية آنذاك العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي العكرمي متهم بالفساد والتستر في عدة قضايا أخرى وهي التي تسببت في قرار إيقافه عن العمل من قبل مجلس القضاء العدلي بتونس وإحالة ملفه إلى التحقيق أمام النيابة العامة كما وضعت قوات الأمن التونسية القاضي تحت الإقامة الجبرية أربعين يوما تلك التهم تتعلق بالتستر على أكثر من ستة آلاف ملف وقضية إرهابية هذا بحسب تقرير لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الصادر في يونيو 2021 والذي اتهمه أيضا بالتستر على أكثر من 1300 قضية إرهابية تحرك القضاء التونسي ضد عناصر النهضة شمل أيضا إيقاف أربعة أشخاص ينتمون إلى الحركة من بينهم عضو في مجلس الشورى بسبب محاولة القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية التي غيرت مسار البلاد لين حصب الله العربية